أحباد عندك أولاد قد إيه؟ عندي 17 و13 بتعمل كنترول عليهم؟ يعني بتحدد لهم وقت يمسكوا فيه الموبايل؟ الكنترول صعب طبعاً بس فيه أوقات كده لما بلاقي التركيز أقل في المذاكرة بنحدد عدد ساعات معينة بس فيه نقطة تانية بنسبة سؤال حضرتك وده لازم كل يبقى الأهالي يسمونه الولاد بيعتبروا الفيسبوك ده موضة قديمة أصلاً فهو هم على سناب شات اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة وعلى تيك توك اللي احنا ما بنعرفشه يستخدمه زي؟ وإنستجرام طبعاً وبعدين بيعرفوا يكلموا دي ايم بطريقة معينة بيفهموا في الرموز لا هم ليهم عالم تاني خال عالم تاني فإحنا مش هنقدر نفهمه فالحل هو أن احنا نحدد المدد ويبقى فيه صراحة ويبقى أن أنا أديني موبايلك أشوفه ويبقى ما فيش بس وورد هيقولك هاتو أنا عايز أذكر عليه طيب دي بقت مشكلة التعليم احنا بنحاول دلوقتي نشيل البس وورد حل واحد أنا عايز أدك سأل بقى خبراتك ودراستك في الموضوع وطعموقك فيه فيه برضو نوعية من الموجودين على السوشيال ميديا اللي هم عاملين مشاكل للناس كتير وحياتهم هم شغلتهم على السوشيال ميديا مش برورهم لأ أنا قاضي ومحكم ونقد طول الوقت طالع وداخل على سواء شخصية عامة أو سواء حد عادي أو سواء حد من قريبه جلد 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 طب الناس دي يعني ليه هو محل يعني المرض ده ليه علاج؟ هو هو المرض ده طبعا هو كتاب بتكلم عن الأمراض الرقمية أو بقول إن الحاجات دي أمراض يعني أنا مساميه في الكتاب الحكم قبل المدولة إنه الواحد حاسس بأنه هو بالكلمة اللي بيقولها بعانه سلطة كأننا المحكمين اللي بنشوفه في المحاكمة الأمريكية دل هم عندهم ضمير صح دي ليه هم لا هو كله بيحاس إنه عنده سلطة فكل واحد بيقول رأيه بناء على رأيه في الشخص كويس ضبطي فلان بتهمت كذا فأنا هصدر الحكم دلوقتي لو الحكم صدر بحاجة كده أنا متوقعه يبقى فيه مشكلة فيه وطبعا نهيك عن كمية الإسقطات اللي الناس بتعملها يعني هو نفسه بيبقى عنده مشكلة وبيسقطها على الآخرين والناس فيها ما بتحطش نفسها مكان الآخرين يعني أنت ترضى أن حد لو أنت تمسكت أو حصل معك حاجة تقول كده هي الفكرة إن إعدام الصبر اصبر اقرأ التفاصيل ما تعتمدش على ابن خالتك اللي كتب البسط اللي انت قررت منه الخبر تحرر صدقه في الحاجة حتى احنا دايما في أخبار الوفيات نعرف منين الفنان توفى فعلا لما ترى الزراين أو جورنانين يكتبوها خلاص يبقى كده أكيد نقدر نقول إنه هي مش جورنان واحد على فكرة يعني جورنان ممكن يغلط ما أثرتش على أخلاق الناس قد ما كشفت أخلاقهم آه طبعا لأن ده سؤال أساسي هل السوشيال ميديا أظهرت أسوأ ما فينا ولا خلتنا إحنا سيئين لا بالزبط هي أظهرت أسوأ ما فينا إحنا كنا سيئين كان في إشعاعات بس كالشعة تطلع كل شهرين تلك كشفت ناس بقى تطلع كل يوم كان في ناس متنمرة على بعض كان في ناس لا أكيد زوجت النجو يعني بصي كنا وحشين بس كان ممكن حاجة لطيفة تلمنا يعني يبقى الناس في الشجل مثلا في مصلحة حكومية بيكلموا على بعض أو شايفين إن ده كذا وكذا وكذا بس ما كانش حد يمون بيرجع بقى السوشيال ميديا يكتب يروح مشاير بصد أو شاير مقولة ويتعرف إنه قصدوا بها فلان ايه ايه أشهر المصطلحات اللي انت حطيتها في الكتاب مصطلحات تعتبر جديدة مفردات جديدة انت اقتبستها من السوشيال ميديا أو هي من اختراعك يعني هو طبعا أسامي الفصول ككلمات فلان عمل رد فعلي كويس مثلا احنا بقلنا سنين بنقول العالم قرية صغيرة فأنا خليته في مقدمة العالم شاشة صغيرة كويس الفاصل الأخير كان الكتاب اسمه التقليل الرقمي ايه مش ديشتال مينماليزم أنا خليته الاعتدال الرقمي إنك تعتدل في تعاملك مع العالم الرقمي اللي انت كده جدا تتعامل معه انت كل دوقت عشان تحجز فيزا لازم هتدخل على النت كل ما تيجي تعمل حاجة في التعليم هتعمل ده ازاي تعمل ده والموبايل صامت أنا شخصيا بحاول عمل ده دلوقتي إنه لما بفاتح اللابتوب وفاتح الواتساب على اللابتوب بقفل النت عن الموبايل وكلمة الآلية برضو عجبتني آه الآلية وفيه الاسترقاق الاسترقاق دي بتتكلم على الفانز استعباد ان انت بتمنح بتحب المشهور أكتر بالمشهور بيحب نفسه مستعد تدافع عنه وتسب الآخر استرقاق الاسترقاق ان انت نوع هو فيه بحس يقول إن العبارية لم تنتهي من العالم ان انت ترمى بتشتغل في شغل أكتر من طاقتك فأنت عبدل صاحب الشغل حتى لو كذا لو انت بتكون أقل من أجرك لو انت في ظروف صعبة كل دي نوع من عنواع العبودية بس يفعل ان انت بتاخدش الاسم الرسمي بس على استوشيال ميديا انك بتلاقي فانز متعصبين جدا للكيان اللي بيشجعوا أو للناعب اللي بحبوا أو للفنات بشكل زياد عن الوقت وانت بتعمليه في بقيت يومان في تطرف هذا التطرف نوع مع السترقاق انت بتدي نفسك نشكرك جدا جدا السيد محمد عبد الرحمن الكاتب الصحفي والزميل نورتنا بسيليكو على الأسئلة والسكريبت جميل ومبروك على الكتاب إن شاء الله ومش هنقولك بقى اللي بيتقال دايما ندينا بقى النسخ بتاعتنا موقع انت كان عندي كتاب وعارفة الظروف ده أنا في طبع راحت يا أستاذ أحمد برضو يا رب السوشيال ميديا تموت شكرا يا أستاذ محمد نورتنا ومستنين بقى مدينة المليار محكم إن شاء الله